سوف أعطيك فكرة مصفيتة إذا كنت أريد أن الحلقة بتاع كابتن منصف عبد يوم الجمعة تتشافة أكثر سوف أعطيك كابتن حسن حمدي لأن خاطر نواري الصحي العظيم الذي يفكر فيه في البداية وصل بنا لفين دلوقتي والتطور الذي يتكلمون عليه وعلى التطور في قناة الأهلي نواري التطور بإعنينا المشروع التي كانت بيحلم به أعطيك أن تكون أمتح وتكون ألزم كثيرا أن تجيب كابتن حسن حسن ونفتح الخنان أول وجديد سوف نتكلم في السوابت بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم بحضركم في البداية هناك شخص طلب مني أن أعتذر على أن القناة الأهلي بقيت كويسة وأن أنا أقول أنني غلطان لا أعطيك في القناة بقيت كويسة وربنا يجعلها كويسة دائما ونشوفها في أحسن مكان لكننا لسه ليس مقتنع أيضا أنهم اتطوروا وعملوا أي شيء هذا المهم نتكلم عن خبر كابتن حسن حسن احتمال يظهر مع كابتن مصطفى عبدو يوم الجمعة ضيفت برنامجه وده خبر غير مؤكد ولكن حتى لو كان غير مؤكد فكرة وجود كابتن حسن على شاشة قناة النادي الأهلي في عملات استفهم كتير وفيه كلام كتير قوي هنبدأ نتكلم فيه حتى لو كان الخبر غير مؤكد شوفوا الموضوع وصل معنا من درجتي وما بقى لك بقى هذا الكلام كان رسمي وجود كابتن حسن في قناة النادي هو فكرة في ناس عايزها وتقولوا انه كابتن حسن من أبناء النادي هدف تاريخي للنادي وكلام كتير قوي فيه ناس تانية وانا منهم شايفين ان كابتن حسن حسن واحد من أكتر الناس اللي ساعت للنادي الأهلي واحد من أكتر الناس اللي كانت ما بيصيفش أي مراسبة إلا ولازم يحط الأهلي فكومنا غير مفيدة حكام أهلي بطولات صالح سليم الخطيب حتى كمان لما كان وقف معكدت نحمود طهر في الانتخابات في المؤتمر صحفي للنادي اللي كان بيمرانه كابتن حسن حسن CSV بقادرت مبذلي مؤتمر صحفيه بعد المباراة الو هو انت مالك و مال النادي الأهلي ولكن فهذا لم ا lustر هذا زر قصد الراتين سيارات الفبن نامه جدا في هذا الان تبقى هم نريح عن المشاة المعايير الدبعة عايزين نفهم المعايير اللي احنا حطيناها البعض عاملة ازاي المعايير اللي بتخلى عفض الله وعشور خونا والمعايير اللي بتخلى كابتن حسام حسن واحد مرموز النادي شفت بقى ان احنا نزعل بعض شفت بقى ان وجود كابتن حسام حسن في القناة ومش يبقى ليه اي سيتين لازمة غير ان احنا نقعد نفتح في دفاتر قديمة وانبين الناس دي عندها ازدواجيه في المعايير غير طبيعية هتقوله طبعا كابتن ايمن شاوي وكابتن زكريا ينصف لعبه في نادي الزمالي ولعبه في الاهلي اشمعنا وررر مش معهم كده لان الناس دي ما كانتش بترفع الجزمة في وشنا الوامسة والناس دي ما كانتش بتصدر تعصب لأي فرقة هي بتمسكها على حساب النادي الاهلي ودائما كان بيتحسس الناس من الاهلي هو المنافس المبشر بتاعها واند الاهلي هو النادي اللي عندهم شكي كتير قوي معاه ففكرة تحطر كابتن زكريا وكابتن ايمن شاوي وصالد كابتن حساب الابراهيم لا كابتن حساب الابراهيم موغدين كف الواحدون هتقول لي تب منادر السيد لعب في الآلي وطلع على كابتن زمالي وكمان ضر يسعيد نفس الكلام يا عمي ماشي بس الناس دي هل بيطلعوا يشتموا في كامير الآلي هل بيرفاعوا جزا في كامير الآلي هل بيطلعوا مسلا يكونوا مسؤولين على مسبق حصلت في برسعيد كفاء الزمو 12 وكابتن حساب الابراهيم مالهم لا ما انت بتنسى بقى ولا من الزم انك بتنسى بصراحة ايه معلم انت اي حاجة بتتقلق دلوقتي بتصدقه وانه وكابتن حساب بريء وكلام ده وماليوش دعوه بأي حاجة ايه معلم فيه انت للدرجاتي بايع دماغه خالص للكلام اللي تتقلق دلوقتي مش ده المهم معلم وارجع دور في طريق كابتن حساب الابراهيم قبل ومزرة برسعيد وتصل حد الكامير الآلي وكامير الآلي بس ده حاجة يعني الحياة عالوة المهم ان كابتن حساب رجع يمدم كابتن حساب رجع يمدم فعلا ولا كابتن حساب عنده مشكلة مع مقترم وصور فاندخله قناة النادي وكامان موضوع قناة النادي ده كان بيتقال من شهر فان كابتن حساب حسن اعتمال يكون من ضمن محللين قناة الاهلي ودلوقتي بيقرن ان هو ضف ضمن قناة الاهلي مع كابتن مصرف عبدو يعني الموضوع في التفكير او في صحفين بيحاولوا ان هم يسربوا الاخبار دي بس في الحالتين زي ما قلت لك فكرة وجود كابتن حساب حسن في النادي هتفتح مناقشات كده جدا والمناقشات دي لو اتفتحت هيتبانى ان المجلس الادارة ده مش موزد واجه ده بايع كل حاجة وبايع كل الاواضي يبقى ليه بقى من جي كابتن حسن حمدي اولو قد نتكلم في التاريخ اولو قد نتكلم في الماضي اولو قد نتكلم على قد ايه ندمه وقد ايه هو ساب الاهلي وهو كان مقبول وانا احس ان مبيني وبين نفس الرجل ده بيحاول اشتغل الناس وبيحاول اتحك عليهم بس معلسل في احنا في مصر دايما بنحب اللي بيتحك علينا ومنحب اللي بيقولونا كلام يريحنا حتى لو كان الكلام ده كله كتبه كله حقصه كله ده احكى على الدقور بس احبش تقول الفيديو عشان خطر احط اعلاماته الكلام الفاضي ده لانا انا بحس ان الموضوع بيبقى اوفر اوه فمش تخسر حاجة لو عملت لايك على الاربه ده دول ومش تخسر حاجة لو اختلفت اختلفت باحتراماته انا انا عايز تشتري معلم كامل الله كاريجي